نافى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السماحة بقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الدارسين بالنظام الأونلاين للتقديم بالجامعات المصرية وأكد المركز الإعلامي قبول الطلاب الدارسين فقط بالأنظمة التعليمية التي تعتمد على حضور الطالب كأساس لقبول تحويله لاستكمال دراسته بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية وذلك وفقا لقرارات مجلسية الجامعات الخاصة والأهلية مشينا إلى أنه لا يعتد بالنظام الأونلاين للتقدم بالجامعات المصرية ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالية